اهلا وسهلا ومرحبا بكم هذا النداء تنوجه البرلمانيين والبرلمانيات بالمغرب تنطلب منهم باش يديروا شي الجناد ديال تقصي الحقائق اللي الشروط ديرها مذكورة في الفصل سبعة وستين من الدستور الفين وداش واللي القانون التنظيمي ديالها اللي رقم دياله صفر خمسة وثمانين تلتاش هذا الجناد ديال تقصي الحقائق خصة تكون حول سوء تدبير الميلف ديال العالقين والعالقات لأنه البرلمان هي مؤسسة شريعية ومؤسسة ديال الرقبة خصة تشوف كيفاش هاد الميلف تم التدبير يجيروا بهذه الطريقة هذي لأساءة المغرب في كل دول العالم واللي غيرتكون عندها عواقب وخيمة في المستقبل لأنه حتى المنظمات الحقوقية العالمية غادي تأخذ هاد المأساة ديال المغاربة اللي عالقين في كل دول العالم وغادي تكون عندها في التقارير ديالها وفي الأخير غادي تبكيوا علينا بأنه هاد المنظمات ضلماتنا فالبرلمان الآن هاد هي الفرصة باش تستعملوا ذاك السلطة ديال الرقابة اللي عندكم وباش أننا كمغاربة نعرفو كيف تم تدبير هاد الميلف هذا مسألة أخرى تنقل هالمغاربة العالقين في أي مكان ما تسرعوش وما تسريوش الوراق وما تديروش تحليلا لأنه يجب أن تعملوا كما عمل الآخرون من قبلكم فلكم الحق تحليلا بلاشي ولكم الحق كذلك في النقل والترحيل بلاشي بالمجان كما ترحلوا الأخرين وقالوا كي اللي يستفدوا منها أصحاب الهاشاشة فيوريونا اللوايح ذي أصحاب الهاشاشة ويعطيونا الشفافية كيف استمت العملية ديال الترحيل ذيك اللي قالوا تقريبا أكثر من عشر ألاف واحد اللي هي بطول المغرب فماشينتم اللي غادي تحملوا الضريبة ديال أخطاء مسؤولين داروها فحتنتم عندكم الحق في الترحيل بالمجان وعندكم الحق في الذك التحليلا بالمجان ولما كانش هادشي لنه لابد باش دار أتمان مناسبة را كي الناس اللي ما عندهاش باش باش تتكل ما تنزيدوش هذا هو الواقع اللي تنقولوه وتنعرفوه إذن جوش ديال المسائل اللي تقصي الحقائق برلمانية وفي نفس الوقت كأن المعاملة بالمثل لأن الدستور واضح جميع المغاربة السواسية في الحقوق والواجبات إذن هاد الناس اللي خلتهم خصوم يهودو كما هبطول أخرين ما في هاش القضية ديال تجيب ليه التبرير الدكتبرير ما غايقبلوه تشي واحد لأن هذا من سوء تدبيركم لميلف العالقين والعالقات واللي طال بزاف وباغين تحلوه بهذا الطريقة هذي الارتجالية العشوائية الغير الإنسانية ترجمة نانسي قنقر